مجددا يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرات بشأن اجتياح روسي محتمل ووشيك لأوكرانيا تحذير بايدن يأتي مدعوما بتقارير استخباراتية أمريكية وصور أقمار اصطناعية تشير إلى وجود خطر محدق لكن في المقابل تتواصل الجهود الدبلوماسية الغربية لتخفيف حدة التوتر مع روسيا أما في أوكرانيا فكانت سلطات هناك قد وصفت التحركات الروسية بمحاولة للابتزاز مستبعدة أي عملية غزو في الوقت الراهن فهل تحذير بايدن يعد مؤشرا على الدخول في منعطف خطير أم أن الباب ما زال مفتوحا أمام فرص التهديئة؟ رغم جهود التهديئة الدولية يبدو أن الأزمة الأوكرانية تتجه إلى مزيد من التصعيد تحذيرات من صراع كبير مع روسيا أطلقها الرئيس جو بايدن داعيا الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور مؤكدا أنه لن يرسل قوات لمساعدة الأمريكيين الفارع ما طلبته هو أن يتمكن الرعاية الأمريكيون من مغادرة أوكرانيا حاليا إذ نحن نواجه إحدى أكبر الجيوش في العالم الأمر مختلف عن أي وضع آخر وقد تسوء الأمور بسرعة المخاوف من تطور الوضع إلى المواجهة العسكرية يعززها حسب البعض عدم تحقيق نتائج إيجابية في التحركات الدبلوماسية المستمرة المدرية من بينها مباحثات برلين التي جمعت روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا حسب ما كشفه المندوب الروسي الذي اتهم كيب بعدم الوضوح من جهة واختلاف تفسيرات الطرفين لاتفاق 2015 من جهة ثانية وقبل ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سرغي لابروف عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية في موسكو الفشل الدبلوماسي في تهديئة أطراف الأزمة يقابله تصعيد عسكري منورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبلاروسيا تستمر عشرة أيام وتقول وزارة الدفاع الروسية إن هدفها دفاعي لكنها أثارت مخاوف الأطراف الغربية التي جددت اتهاماتها لموسكو بأنها كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا وحسب تقرير استخباراتي أمريكي فإنه بات لدى روسيا بالفعل 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه ولم تستبعد احتمال سقوط كيب خلال يومين في المقابل ما زالت الولايات المتحدة ترسل تعزيزات عسكرية إلى دول المنطقة آخرها وصول مدرعات عسكرية إلى قاعدتها الجوية على البحر الأسود في رومانيا معنا من موسكو الأكاديمي والديبلوماسية السابق فيتشيس لاف ماتوزوف وينضم إلينا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايدز أهلا بكما أبدأ معك هذا الحوار سيد ماتوزوف وأنت تستمع لكل موصف بالتهويل الأمريكي بشأن وجود خطر محدق وشيك على أوكرانيا من قبل روسيا ماذا يخطر لك؟ خطر في جهة واحدة وقال وزير خريجي روسي لوروف حسنا لقاء مع زميلتها البريطانية أن روسيا لا تحضر أي غز على أوكرانيا أي هجوم العسكري على أوكرانيا ولكن يقلق روسيا الحطوات الغربية دول حلف الشمال الأطلس ولكم الشيخ نوايا أمريكية الذي أمريكيانا الذي قرروا انسحاب وسحب بعض جزء من التقم الدبلوماسي في كييف وهذا دائما يتحزون هذا التدابير عبل بداية أي معارك أي اشتباكات مسلحة في المنطقة وطبعت هذا المثال سفارة بريطانية وكل هذا الدجة هو الأركان السفارات الغربية في كييف لا شك أن هذا يؤتي فكرة أن أمريكا تحضر بعض الاستفزاز في أوكرانيا أي محاولات احتمال هجوم تشجيع الهجوم الجيش أوكرايني على دنباس ودنيتسك ولوغانسك جمهورياتين مستقلاتين هم أعلنوا عن استقلاليتهم روسيا لا يطارف هذا الاستقلالية ولكي يكونوا بدلاً لحل سياسي لاتفاقية مينسك وإذا جيش أوكرايني يدخل هذا الدرب لشك روسيا ترد وليست روسيا فحسب لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال كذلك أنه لا يترك أهالي دنباس لحالهم سيد ريتشارد وايد ولا يسمح المجرى نعم اسمح لي يا سيد ماتوزوف سيد وايد تصريحات بلينكين التي يقول فيها بأن غزو أوكرانيا من قبل روسيا قد يحدث في أي وقت قالها تقريبا منذ أسبوع وقالها مسؤولون أمريكيون أخرون أيضا في الأسبوع الماضية لم يحدث ذلك وكما ترى جزء كبير من الرأي العام في روسيا لا يأخذون هذه التصريحات محمل الجد لماذا تكرار هذه التصريحات التي يقول البعض بأنها مجرد تهويل ودعاية نعم إن السبب في ذلك هو أنهم ينظرون إلى الحشد العسكري الذي تقوم به روسيا وقد شهدوا خطوات نفزتها روسيا تمكنها وتمكن الحكومة الروسية من إطلاق حملة عسكرية ضد أوكرانيا دون أي إختار مسبق هناك أكثر من مئة ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا كما أن هناك قواعد عسكرية إضافية يتم إنشاؤها وترتيبات لوجستية عسكرية ومعدات طبية وأصول عسكرية أخرى يتم نشرها إذن يمكن لروسيا وهذا ما يقولون أن تطلق هجوما في أي لحظة لكنهم قالوا بكل يوضوح لا يعلمون إذا كانت روسيا ستفعل ذلك أم لا والحكومة الروسية تؤتم في نيتها لذلك هناك أربع سيناريوهات محتملة يمكن أن تطلق روسيا حملة وهجوم شاملا تسيطر فيها على الأرض الأوكرانية ويمكن أن تسعى لإرغام أوكرانيا على أن تصبح أكثر خضوعا لها من خلال الاعتراف بوضع الجمهوريات في الشرق التي تدعمها روسيا دونابس ودونتس ويمكن أن نرى أن هناك روسيا تحاول استغلالا لنقاط الضعف في النيتو يمكن أن نرى نوعا من المساومة لكننا لا نعرف ما هي المخرجات في هذه الحالة فالولايات المتحدة المتحدة تستعد للغزو لكنها أيضا تحاول التفاوض سيد ماتوزوف لماذا كل هذه الحشود العسكرية الروسية والتي طبعا تظهر عبر الأقمار الاصطناعية كما تقول مصادر أمريكية يعني إذا كانت روسيا ليس في نيتها غزو أوكرانيا لماذا كل هذه التحركات العسكرية هل الهدف هو فقط حرب نفسية والضغط من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات فيما بعد لا أعتبر أن هذا لعبة أو أي حيلة من قبل روسيا تنظيم تلك المناورات على حدود مع أوكرانيا في بحر الأشوات لا هذا منورات حربية و صفن البحرية الأسكرية الروسية في بحر الأشوات أعلنوا أن يطلق سوف يطلق الصواريخ و قنابل الحية على مناطق معايدة مغلقة طبعا أنا أعتبر أن لدي روسيا ليست أربع احتمالات ما ذكر ريشارد أن هذا احتمال واحد أمام روسيا الذي موجود حاليا هذا احتمال إذا تأخذ مبادرة الجيش أوكرايني لحال الأزمة بدنباس بقوة بسلاح رد سيكون واضح تماما من جانب بيلاروسيا أعلن هذا ومن جانب روسيا من بر ومن بحر الأسود ولذلك كل الاتجاهات كل الإحتمالات واضحة بديل لهذا الاحتمال الوحيد هو مفاوضات سياسية ديبلوماسية إذن كل هذه الحشود يا سيد ماتوزف كل هذه الحشود وهناك حشود أيضا جديدة تم التقاط صور عنها يعني إن كان في بيلاروسيا إن كان في غرب روسيا إن كان في مواقع في القرم كلها من أجل الضغط وطاولة المفاوضات كلها دليل هذا الرد روسي على كل رد الفعل الأمريكي وحلف الشمال الأطلسي يعني هي لعبة سيد ماتوزف روسيا أنت قبل قليل قلت هذه ليست لعبة إذن أصبح الموضوع لعبة هذا لعبة إذن إذا كانت روسيا تقوم بحشن هذا موقف موقف مبين أن نوايا روسيا جدية ولا تسمح روسيا الحلول الأزمات في المنطقة على طريقة التي أعلنت أنها القيادة في كيف الإدارة زيلنسكي هم قالوا أن مستعدين أن يحرروا شبل رزير القرم أن يبدأ وينتشروا حربا ضد دنباس ودونسك ولوغانسك كل هذه تسريحات لها حقيقي اهتمال حقيقي وطبعا تزويد جيش وكرايني في هذه اللحظة بالدات بسلاح المعاشر بالبواخر بريطانية بجويلين وستينجر الأميركية وتزويد بسلاح بكسرة من مصادر مختلفة وترقص ناتو في دول أوروبا شرقية كل هذا دليل أن ناتو مستعد أن يدخل الدرب على هذا تؤدي إلى اشتباكات مسلحة في دانيرسك ويمكن في قرم قرم هذا أراضي روسية ولا نقاش حولها روسيا هذا موقف روسيا موقف غربي غير الشيء هذا أرض أوكرانية ووكرانيا كذلك هذا نقطة الصراع وضح طيب قرم سيكون وضح يا سيد ولكن دانباس احتمال الوارد هذا هو حشد روسي نعم طيب طيب أصبح لي يا سيد ما تزوف أذهب إلى سيد ويتس الأوضاع السياسية سيد ويتس أمام كل هذه الحشود العسكرية وأيضا التهديدات الأمريكية وما وصف بالتهويل أيضا من قبلها هل هناك فرصة لأي مسعى دبلوماسي بعد ماكران يتوقع الآن أولاف شولتس يزور موسكو وكييف يعني أمام كل هذه الحشود العسكرية على الأرض هل مازال هناك إمكانية لخفض التصعيد نعم وأرى حقيقة أن هذا الحشد العسكري هو مسعى من تغفروسيا لتعزيز موقفها في التفاوض في أي مفاوضات مقبلة لذا فيما يتعلق بالحشود العسكرية لقد شهدنا عددا من مجموعة القادة الأوروبيين يلتقون بالرئيس أرسي بوتين وهناك اهتماما متزايدا من طرف الناتو فيما تعلق بالسماع بالمزيد من الشفافية وإجراءات الشفافية فيما تعلق بصواريخ التابعة لحلف الناتو إذن نرى أن هناك تفاعلا من الجانب الأوروبي وأرى أن هناك حلا دبلوماسيا ممكنا في الأفق وأرى أيضا هناك احتمالا للعمل العسكري في هذه المرحلة لا نعرف على وجه اليقين وما يتم من المفاوضات ونرى أن هناك تحذيرات من أن روسيا يمكن أن تشن هجوما دون أي اختار وبسرعة ستنتظر روسيا أي تحرك إلى أن تنتهي الألعاب الأولمبياء الشتوية في الصين قبل أن تقوم بأي تحرك عسكري لذا ما زال أمامنا أسبوعين قبل أن تنتهي تلك الفترة وتبدأ المجالات للعمل العسكري هل توافق على هذا الرأي سيد ماتوزو فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية وما سيقوم به أولاف شولتس بلا أي شك لأنه أنا أعتبر أنه إذا زيارة وزيرة الخارجية بريطانية تراث إلى موسكو كانت فاشلة عكيد لأنه لم يجد اللغة المشتركة حتى وهذا لوروف قال هذا بكل صراحة أنه كان يتكلم مع إنسان الذي لا يفهمه أما مع مكرون هناك تفاهم تفاهم لماذا؟ لأنه فرنسا هي أحد الدول الرعاية لعملية سياسية ديبلوماسية مينسك اتفاقية مينسك وشولتس كذلك أنا أعتبر أن زيارة شولتس لموسكو مكرون لا شك أن هذا يسهل أمور وكي يتوصل إلى حل السياسي والمفاوضات ديبلوماسية تدبيق لا يوجد مخرج آخر إلا تدبيق اتفاقية مينسك حتى زيارة رئيس أوكرايني تراجع من رفض اتفاقية مينسك وقال أنه يؤيد اتفاقية مينسك ولكن هو يعتبر أن هذا شيئا يجب تحتاج تعديل نحن لا نعتبر هذا الوسيقى مواقع مواقع من رئيس أوكرايني السابق وكذلك مؤيد من قبل قرار مجلس الأم هذه الوسيقى تتطلب هذه الوسيقى تطبيق وليست المناقشة وطبعا في هذه الحالة أنا أتصور أن موقف زيارة اليوم تدول على أن هو تراجع من موقف متشدد وهنا سؤال لماذا كانت موقف زيارة سابقا متشدد يعني معناها أن وراء الظهري هناك بعض القوة أخرى تدفعه إلى تطرف إلى حل العسكري وهو كان يتكلم هذا عن تحرير قرم عن حل أزمة الدنباز بالقوة ولكن اليوم ترك هذا هذا هو نتيجة نتيجة العمل السياسي مع الزعمال أوروبا وأنا تصور أن هذا طريق الوحيد وأنا أكيد أن أمريكا تأتي لنفس الموقف وتؤيد كل هذا التواجه نعم سيد ماتوزوف وروسيا لا أمل أن تتدخل أشكريين أبدا سيكون هدية للغرب روسيا لا تأتي ذات الهدية لدول الغربية أشكرك فيتشيز لاف ماتوزوف الأكاديمي والديبلوماسي السابق في موسكو كما أشكر من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد